ازاي الطلبة والطالبات اهلا بكم مرة اخرى تكملة في تكملة الدرس السياحة في مصر زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا بتقنا اول فيديو شرح بسيط عن الدرس جمعنا فيه اهم الاسئلة ومعلومات الخاصة بالدرس وتكلمنا عن اهمية السياحة وانواع السياحة وله السياحة تعتبر مصدر مهم مصادر الدخل القومي وليه كمان السياحة بيحب ويجو بلدنا مصر النهاردة هنكمل على الدرس ونوضح اكتر الشرح والاسئلة حتى هتم تثبيت المعلومة في ازهان الطلبة والطالبات بداية كده عايز اسألكم سؤال كده نشط بالذاكرة السياحة تعتبر مصدر مصادر الدخل القومي علل او اشرح ذلك ليه يعني؟ حد يعرف؟ تمام السياحة تعتبر مصدر مهم مصادر الدخل القومي لانها توفر فرص عمل للشباب وترفع مستوى المعيشة وتزيد الدخل قومي عن طريق ان السائح عندما يأتي الى بلدنا مصر ينفق اموالا في الفنادق والمطاعم يستفيد منها اقتصاد مصر تمام بكار التنميذ الزاكي الجميل لزيكم ده الواسع الطلاع وسريح الفهم تمنى ان يملك كناحين او بوساط الريح بوساط المسحور السجاجة المسحورة اللي بيطير بيها ويشوف كل اثار مصر ومعالم مصر طبعا ده خيال مفيش حد يركب السجاجة التعطي البيت ويقول لك انا هطير ذا يا بكار ده خيال هو عايز شوف كل اثار ايه مصر والمعالم السياحية والاماكن السياحية الموجودة في مصر واللي بيفتخر بها المصريون في جميع انحاء العالم هنتكلم بقى تأكيدا على الفيديو السابق هنتكلم بقى في معاني الكلمات والاسئلة وناخد رأيكم فيها بداية كده عايز اعرف معنى كلمة زاكي زاكي يعني سريع الفهم عكسها طبعا ايه غبي جمعها ازكياء الاطلاع يعني القراءة والتعلم والمعرفة عكسها الجهل اهداء يعني اعطاه بلا مقابل عكسها سلبة منه او حريمة طيب تجذب تشد عكسها تبعد او تطرد تمام افوادا يعني جماعات مختلفة من الناس مفردها فوج يأتون يعني يحضرون عكسها ينصرفون او يعودون او يرجعون اين كان اغراض يعني اهداف مفردها غراض متعددة يعني ايه متعددة تمام كثيرة عكسها طبعا قليلة او محدودة اثار هو ما تركه السابكون مفردها اثر الاثرية يعني القديمة عكسها الحديثة يلتقطون يعني يلتقطون يأخذون عكسها يتركون ينفق يعني يصرف عكسها يبخل نقودا لي اموالا الارشاد يعني ارشاد مش تسياحي ارشاد يعني توجيه عكسها تضليل رجع يعني عادة وعكسها ذهب او رحلة يهتم يعني ينشغل عكسها يهمل او ينصرف معالم سياحية يعني اماكن مشهورة مفردها معلم يجد يعثر على عكسها يفقد او يضيع تخيل يعني تصورها وعكسها تأكد محلقا يعني طائرا عكسها هابطا تستفيد يعني تنتفع وعكسها تضار شكر يعني متح وعكسها ذم او جحود يعني املكو يعني استحوز وعكسها افقد تمام نجي الاهم الاسئلة الموجودة في القرائية شبكة المفردات شبكة المفردات تكتب كل حاجة خاصة بالكلمة اللي موجودة عندك في الدائرة او المرطعة السياحة ممكن نكتب انواعها المتاحف المعابد المنوعها اللي هي ثقافية ترفيهية ودينية وعلاجية وممكن نكتب متاحف معابد تماثيل اثار اللي هي الاهرامات تمام معبد ابي صنبل تمام ممكن ناخد المسالات تماثيل خريفة الكلمة بنكتب النوع والمعنى والمضاد والجملة يعني رجع نوع فعل مثلا معناها عادة وعكسها ذهب ممكن نحطها في جملة عادة الطلاب من المدرسة وهكذا بالنسبة لكلمات ارتفعة حل الكلمات الاتية الى مقاطع صوتية لازم نشوف الاول الكلمات سجعة لام شمسية ولا كمرية ويكون الحرف المتحرك مع الساكن بعده يعني كلمة الشجر اللي ما نيجي نحللها الف ولام وشين وشين تانية لوحدها وجيم لوحدها والراء لوحدها او راك الف والوا والوا وبعد كده الراء والالف والقاف لوحدها اق مد الف وغاين ومين لوحدها والبعد وحدها السياحة الف لام وسين كده سين وياء لان ياء مفددها زيازة السين كده ياء مع الف والحق لوحدها والتاء مربوطة لوحدها القراءة المتحرر قطعة ونحل عليها اسئلة تحتها السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي في مصري اعت السياح من جميع بلاد العالم لمشاهدة اثارا اثارنا الخالدة وتستفيدوا بلدنا لانها توفر او لان توفر فرص عامل للشباب ويزيد الدخل القومي ويجب علينا ان نحسم عملات السائحين ونوفر لهم كل سبل الراح جمع مصدر ايه يا شباب تمام مصادر مفرد سبل سبيل تمام طيب مضاد الخالدة خالدة يعني باقية عكسها ايه الفانية تمام مأهمة السياحة لمصر تمام تزيد الدخل القومي وترفع مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل للشباب تلاتها بيبدأوا بحرفته ماذا يجب علينا يا عزرا ماذا يجب علينا حوى السائحين يا شباب تمام ان نحسن معاملة السائحين جميعا كافة تساعد السياحة في حل مشكلة البطالة عند الشباب اوميا محمد يلا جاو تمام توفر للشباب فرص عمل وبذلك تقطيع على البطالة انا يسكن السائح عندما يزور مصر كيف بشوات في الشارع يسكن فين في فندق ما المقصود بالدخل القوم من البلد واقتصاد البلد القائم او المبني من جميع من مال جميع ابناء الشعب المصري اما معاني المتعددة كلمة موجودة في جمعتين وليها معنى مختلف في كل جملة زهرة زهرة طالبة متفوقة زهرة هنا اسم ايه اسم انسان شاطر نسقي كل يوم زهرة زهرة هنا معنى ايه وردة تمام اذكر عائلة الكلمة كتبه ممكن تبقى ايه يلا يمون اقوم تمام اكتب نكتب تكتب يكتب تمام يشاهد شاهدة تشاهد نشاهد اشاهد تمام قطعة امامنا اقرأ ثم اجب مصر تجذب افواجا من السائحين من جميع بلاء من جميع الدول العالم فهم يأتون لاغراض المتعددة معنى تجذب ايه افضل شد تمام مفرد دول دولة احسنت عكس يأتون اموضاد يأتون يذهبون تمام سؤال التانية يأتي السياح الى مصر الاغراض المتعددة واسكر غرضا واحدا منه ها غرضا واحدا منها يلا يا شباب يلا احسنتم تمام يأتوني لجمع السورة معلومات عن الاغراض في مصر ما انواع سياحة في مصر شباب سياحة ايه سياحة طرفيهية ودينية وعلاجية وثقافية ما الفرق بين السياحة الداخلية والسياحة الخارجية يا شباب افضلي اقوم يا منا تمام احسنتي سياحة داخلية داخل محافظات نفس البلد وسياحة خارجية تنقل من بلد الى بلد اخرى علامة ادل اثار مصر الخالدة علامة ادل اثار مصر الخالدة على عظمة حضارة وتاريخ مصر بكار تلميز زكي واسع اطلاع سريع الفه بكار يحب ان يكون مرشدا سياحة المسلعة منفيد يعني ايه زكي بقى تمام سريع الفه عكس واسع ضيق جامعي مرشد ايه يا شباب مرشدون ما سفات بكار تلميز زكي واسع اطلاع سريع الفه لماذا اراد بكار ان يكون مرشدا سياحيا موجود عندك في القطع ركز كده تمام اراد ان يكون مرشدا سياحيا ليكون مثله عمو مفيد لماذا شاهد بكار في الاهرامات او منطقة الاهرام شاهد السائحين يلتقطون بعض الثور التسكرية عن الاثار والاهرامات في مصر سأل بكار عمو مفيد فقال لماذا تم السائحون باثار مصر فبماذا او بماذا اجاب العم حدا عارف فقدر رفع ايدك فقدر تمام لان اثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة تمام استخرج سلاشة اسماء وفعلا وبين نوعه وثلاث كلمات بها شدة نبدأ كده سلاث اسماء زي ايه اومي كده يلا سلواء اومي تلميز ومرشد ومفيد تمام فعلا وبين نوعه يلا يحمد يحب تمام مظاهرة ثلاث كلمات بها شدة منها جيد تمام بكار ايه تاني عمو تمام ايه تاني يحب شاطر ضع اجابة اصحيحة مكان النقط في مالي واحد اهدى العم مفيد بكار كتابا صغيرا عن اختار يلا من اربع كلمات الفق دي عن السياحة تمام اتنين العم مفيد يعمل نقط مشهدا تمام مشهدا سياحيا تلاتة يأتي السائحون الى مصر النزا والاستمتاع في هذه السياحة تمام ترفيهية الواجب علينا ان نحسن نقط سائحي نحسن ايه معاملة السائحين اشكركم على التعاون واتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما وشكرا لكم مع السلامة